موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم نواصل مع دروس نحو الموجهة لتلاميذ التاسع من تعليم الأساسي المحور إذن هو التعبير عن المواقف والانفعالات بالأبنية الملائمة والدرس الأول هو الحدف ومواطنه هذا الحدف إذن بطبيعة الحال هو ما تتولد عنه الجمل المختزلة الجمل المختزلة فما المقصود بالجملة المختزلة الجملة المختزلة هي الجملة التي يحذف منها عنصر أو أكثر من عناصرها الأساسية إذن العناصر الأساسية في الجملة الفعلية هي كما نعلم الفعل والفاعل خاصة وفي الجملة الاسمية المبتدى والخبر في الجملة الفعلية إذن يمكن وحذف الفعل والفاعل مثال ماذا تتمنى فإذن الجواب العادي دون اختزال هو أتمنى فعل وفعل النصر للفلسطينيين لكن هنا كما نرى يمكن اختزال هذه الجملة بقولنا النصر للفلسطينيين دون أن أعيد السؤال الذي ألفاظ السؤال الذي وجهه إليه كذلك في الجملة الفعلية يمكن أن يحذف الفعل والفعل والمفعول به فمثلا أحذركم هذا فعل وفعل ومفعول به دون أن أقول أحذركم ودون شتم هذه الجملة إذن كلها أقول الغدر الغدر فإذا سمعت مثلا الغدر الغدر فإذن هذا يعني فيه معنى التحذير فيه معنى التحذير كذلك المثال الموالي أوصيك بالإخلاص مثلا أو ما إلى ذلك فإذن يكفي أن أقول الإخلاص الإخلاص وهذا فيه إغراء وفيه دعوة لتحلي بهذا الخلق الرفيع وكذلك الجملة الموالية التي يحذف فيها نشتم الفعل والفعل ونفعل به هو يا قدس يا قدس إذن الجملة في أصلها هي أناديك يا قدس أو أناديك يا قدس فهنا يا قدس تكفي إذن ولا داعي لقولنا أناديك عندما يتوجه الأستاذ إلى أحد التلاميذ إذن بالخطاب فإنه يناديه قائلا يا محمد ولا يقول أناديك يا محمد يا محمد فإلتفت محمد إذن ويستجيب لنداء أستاذه كذلك في الجملة الفعلية يمكن أن نحذف الفعل المسند المجهول ونائب الفعل متى تضمن حقوق المرأة إذن الجواب هنا المختزل هو عند القضاء على التخلف وإذن الإجابة كاملة هي تضمن حقوق المرأة عند القضاء على التخلف فلا داعي إذن لإعادة كل هذا الكلام إذن ونكتفي بالقول عند القضاء على التخلف عند القضاء على التخلف هذا بالنسبة للجملة الفعلية إذن في الجملة الفعلية يحذف الفعل والفعل ويمكن أن يحذف الفعل والفعل ونفعل به كما رأينا الغدرة الغدرة أو الإخلاص الإخلاص أو بالنسبة للجملة الإسمية الآن إذن سنتحدث الآن عن الجملة الإسمية وسنرى ماذا يحذف في الجملة الإسمية في الجملة الإسمية إذن يمكن أن يحذف في هذه الجملة المبتدأ متى اللقاء متى اللقاء هذه جملة إسمية تقدم فيها الخبر على المبتدأ الجواب إذن هو اللقاء بعد ساعة لكننا لسنا مضطرين للقول اللقاء بعد ساعة فنقول بعد ساعة وإذن السامع سيفهم إذن أننا نتحدث عن هذا اللقاء فإذن المبتدأ كما ترون هنا محذوف بعد ساعة إذن هو الخبر وهذه جملة إسمية مختزلة كذلك في الجملة الإسمية يمكن أن يحذف الناسخ واسمه فالسؤال إذن هنا كيف أصبح عصرنا الإجابة إذن العادية إذن هي أصبح عصرنا سريع التطور لكن الإجابة المختزلة إذن هي سريع التطور سريع التطور فقط هذا هو إذن هذا خبر إذن وهو الذي نجيب به دون يعني عادة الجملة التي سمعناها كذلك في الجملة الإسمية يمكن أن نحذف الخبر فقولنا من نادى بتحرير المرأة هنا الجواب إذن هو جواب العادي دون اختزال هو نادى الطاهر الحداد بتحرير المرأة في الجملة طويلة كما نرى طويلة وطويلة جدا فنقول باختزال الطاهر الحداد وهنا إذن طاهر الحداد هو مبتدى والخبر كما نرى محذوف إذن في هذه الجملة ننتقل الآن إلى التطبيقات وأرجو إذن أن تنتبهوا جيدا للتطبيقات إذن التطبيقات أجب عن السؤال مرة بتكرار الألفاظ الواردة فيه ومرة دون تكرارها فالجملة الأولى إذن أين قضيت يومك إذن هنا نجيب قائلين قضيت مثلا يومي في البيت مثلا هذه إذن أنا أعدت إذن قضيت إذن يومي أعدتها إذن هنا لكن أستطيع أن أقول في البيت و في البيت فقط وهذا إذن هو الاختزال هنا متى نلتقي إذن؟ نلتقي غدا لكن أستطيع أن أقول أو أكتفي بالقول غدا ماذا كنت تشتغل؟ إذن أقول كنت أعيد كل الجملة إذن التي سمعتها كنت أشتغل كنت أشتغل عفوا كنت أشتغل حدادا مثلا أو نجارا أو ما إلى ذلك لكن أستطيع أن أقول هنا باختزال حدادا فقط ماذا كنت تشتغل؟ حدادا دون أن أعيد كنت أشتغل كذا وكذا ثم كيف تعامل والديك وعامل إذن والديك برفق وبلطف وبطاعة وهذا طبعا مطلوب مننا إذن أن نتعامل مع آبائنا وأمهاتنا بكل رفق وبكل لين وبطاعة وببر كما يقال إذن أعامل والديك برفق أستطيع إذن أن أختزل قائلا برفق فقط هذا بالنسبة إذن للتمرين الأول إذن ننتقل الآن لثانيا إذن التطبيق رقم 2 تطبيق رقم 2 استخرج الجمل المختزل من النص التالي وأكمل تعمير الجدول الجمل أو النص الذي أمامنا إذن قلت لصديقي الحزين قلت لصديقي الحزين من ظلمك صاحب المصنع ولماذا أتردك لأنني التحقت بعملي متأخرا لما لا تكون منضبطا لما لا تكون منضبطا في عملك لأن العمل أرهقني إذن الجمل المختزل هنا هي كما نرى صاحب المصنع صاحب المصنع صاحب المصنع صاحب المصنع هنا الجملة الأولى إذن كما قلنا إذن صاحب المصنع نوعها ما نوع هذه الجملة طبعا عندما نوعدها يجب أن نوعدها إلى أصلها لنعرف نوعها طارداني أو ظلماني صاحب المصنع فهي جملة إذن فعلية يجب إذن أن نوعدها إلى أصلها العناصر المحذوفة إذن ظلماني إذن فعل ومفعول به فعل مع مفعول به وظيفة إذن هذا صاحب المصنع إذن هو فاعل هنا فاعل لأنني التحقت بعمل متأخرا إذن نعيدها إلى أصلها كي نعرفها دائما نعيدها إلى أصلها الجملة كي نعرفها إذن وظيفة هذا هذا المختزل يعني جملة مختزلة لماذا أطردك أطرداني أطرداني فعل وفاعل ومفعول به هنا إذن أطرد لأنني إذن مختزلة إذن لأنني إلى آخره هي جملة إذن فعلية كذلك وإذن محذوف إذن العناصر المحذوفة إذن هي فعل وفاعل ومفعول به وإذن هنا لأنني مفعول لأجله كما تعلمون مفعول لأجله ثم الجملة الأخيرة لأن العمل أرهقني لأن العمل إلى آخر الجملة أرهقني هنا نعيدها لأصلها ونقول إذن لما لا تكون لا أكون منضبطا لا أكون منضبطا الجملة كلها إذن لا أكون منضبطا لأن العمل أرهقني لأن العمل أرهقني إذن هنا الجملة إذن كما تلاحظون نوعها اسمية هنا اسمية لأن العمل أرهقني جملة أن العمل أن إذن ناسخ إذن حرفي وهذا اسمه وهذا خبره لكن بالنسبة للعناظر المحذوفة هي إذن لا أكون منضبطا جملة فعلية جملة اسمية لا أكون منضبطا إذن مبتدى وخبر أو ربما اسم ناسخ وخبر الناسخ اسم الناسخ وخبر الناسخ ربما وظيفة لأن العمل أرهقني كذلك مفعول لأجله مفعول لأجله هذا إذن بالنسبة لإنشتم التطبيقات نواصل مع التطبيقات دائما وأبدا وتطبيقات الأخيرة إذن السؤال الأخير هو ما هي الأعمال اللغوية المنجزة ما هي الأعمال اللغوية المنجزة في الجملة المختزلة التالية جملة المختزلة التالية حظاً سعيداً أصل الجملة هو أتمنى لك حظاً سعيداً بالتالي تكون هنا حظاً سعيداً مفعول به تمنى ماذا؟ حظاً سعيداً إياك وإنكار دور دور المرأة في المجتمع إذن العمل اللغوي هنا هو العمل اللغوي هنا إذن هو التمني حظاً سعيداً تمني هنا هو مفعول به صحيح وظيفته لكن العمل اللغوي هو التمني إياك وإنكار دور المرأة في المجتمع هنا تحذير تبا للبطالة دعاء دعاء هنا يدعو على البطالة إذن بالقطع تبت يداء بلهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب إذن هنا تبا للدعاء هنا فيها معنى الدعاء العدل العدل هنا الأمر العدل العدل كان يقول الأستاذ لتلابيضه الاجتهاد هذا فيه أمر كذلك هذا إذن بالنسبة لدرسنا المتعلق بالحذف ومواطنة وكما ترون إذن هذا الحذف أو هذا الاختزال هو يعني من الوسائل التي تمنح اللغة جمالا ورونقا لأن التكرار كما نرى ممل التكرار التكرار إذن كما قلنا ممل كما رأينا منذ حين هنا عندما نقول أين قضيت يومك إذن أين قضيت يومك عندما نعيد قضيت يومي في البيت متى نلتقي نلتقي غدا ماذا كنت تشتغل كنت أشتغل حدادا كيف تعامل والديك أو عامل والدي برفق إذن لا داعي لهذا التكرار يصبح مملا وثقيلا يعني على السامع إذن هذا ودرسنا أتمنى أن أن الفهم قد حصل وأدعوكم إلى مزيد من التطبيق والسلام عليكم وإلى اللقاء في درس لاحق إن شاء الله والسلام عليكم شكرا